تعريق بالمناظر محمد بالوزداد الجزائري الحلقة 186 من سلسلة تاريخ الجزائر المعاصر السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بطول جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سألتكم مصدر ومرجع المعلومات محمد بالوزداد ولد المناظر محمد بالوزداد في سنة 1924 ميلادي بحي بيلتور بالجزائر العاصمة تعلم بالعاصمة ونال الشهادة التتميلية العليا عمل محمد بالوزداد موظفا في الإدارة الفرنسية بالولاي العامة لكنه تخلى عن منصبه ليشتغل بالتفاح وتحرير الوطن فإن خرط في حزب الشعب الجزائري في سنة 1943 ميلادي وعمره لا يتعدى التاسع عشر عاما ثم شارت في تاسيس منظمة لجنة شابيبة بيلتور وتانى هو من ترأس هذه الجمعية وامتد نشاطها إلى مدن أخرى من العاصمة ومن بين أهدافها توعية الشباب وتكوينهم وفي سنة 1944 ميلادي أصدر الصحيفة السرية تحت عنوان الوطن عرف محمد بالوزداد بالنشاط والحيوية وتانى أحد المنظمين لمظاهرات أول ماي من سنة 1945 ميلادي بالجزاء العاصمة تماما هدت هذه المظاهرات إلى الانتفاض الوطنية في الثامن ماي 1945 ميلادي ومن ذاية الورد أصبح مراقبا من طرف السلطات الفرنسية ولما فاشلت في القبض عليه صلطت غضبه على والدي وأخويا حتى أن أحد أخوتي لفظ أنفسه في المستشفى متأثرا بجروحه من التعذيب رغم كل هذه الوحشية إلى أن عزيمة البطل بالوزداد لم تنرس بل ازداد قوة وشجاعة في مواصلة النظال إذ عين عضوا في المرتب السياسي لحارة انتصال الحريات الديمقراطية سنة 1947 ميلادي تم تولى مسؤولية تشتيلا منظمة الخاصة المؤهلة للنشاط الثوري وتان عمره أنا ذات الثالث والعشرون السنة وفي أواخر سنة 1948 ميلادي أصيب بمرض السلو على إثره توطف عن ممارسة نشاطه الثوري ودخل المستشفى بفرنسا تحت اسم استعار إلى أن وفته المانية يوم الرابع عشر فيفري 1952 ميلادي عن عمر لا يتعدى الثامنة والعشرون السنة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد المترجم للقناة